راجعين بقى من بره بعد يوم طويل واللي اتنين ناموا اللي اتنين لأول مرة في التاريخ يناموا مع بعض الحمد لله يعني معنا ساعتين تلاتة كده في هدوء بصوا هموت ونام بس ما فيش نوم انا مستخصرة نام وضيع الهدوء ده يعني هعمل معاكو بقى وصفة جايبة 50 مليون مشاهدة بصوا مش مهم الوصف مش مهم المهم ساعتين الرواء والمسلسل التوركي بقى والدلعة اللي يحصل دلوقتي مهما حصل ما فيش نوم وان شاء الله يفضلوا نايمين بصوا بقى جبت الرغيف من العيش بتاع التورتية او اي الخبز بتاع الساك ده هي الوصفة معمولة بالعيش ده انا شفتها على النت بس مش عارفة ليه جايبة كل المشاهدات الفاضيع دي ببلوا كده في مياه من غير اي مادة دهنية بحطوا في الطاصة زي ما انتوا شايفين على البارد وبعدين بكسر بيدا بيدا واحدة عليها رشة ملحة وفلفل انا حطيت العيش وهو مبلول كده في الطاصة زي ما انتوا شايفين لسه ما رفعتهاش على النار وما حطيتش اي مادة دهنية خالص تمام بعد كده برب البيض زي ما انتوا شايفين وبعد كده بحطها على الرغيف بتاع العيش دو وبوزعها كده بالفرشة بس بسيب شوية يعني من البيض يعني بسيب يعني قرب بنص معلقة ومعلقة زي ما انتوا شفتوا كده ما خدتش البيضة كاملة تمام بعد كده بحطيت رشة من المزرلة كده خفيفة وبرفعها بقى على النار وغطيها لحد ما يتمسك البيضة معي بعد كده بجيب طماطمية يدوبك هي طماطمية صغيرة وفلفلة صغيرة وكام شريحة زتون كده وبقطعهم بقى مكعبات زي ما شايفين كده مكعبات كبيرة مش صغيرة وبعد كده كمان جبت شريحة من اللانشون يعني هي المكونات مش كتير يدوبك هي بسيطة خلش شريحة لانشون بقطعها كده 4-4 وبعد كده بروح اشوف البيض خلاص تمسك تماما زي ما انتوا شايفين كده بقلبه بقى الناحية التانية وفي النص بقى بحط الحشفة الاول اللانشون وبعدين الطماطم وفق الفلفل كده وبعدين الزتون وحطيت معلقة كمان من الجبنة يلا يا بيت دلعي نفسك بقى العيال نايمة رواي على نفسك وحطي حطة جبنة مزبدة كده انت بتحبيها وبعد كده جبت بقى بقيت معلقة البيض ووزعتها كده بالشكل ده مش عارفة هي ايه فايدة الحركة دي بصراحة شفتها في الفيديو بس غالبا هي عشان طبقة سمغة يعني تمسك العيش لما طبقه على بعضه ورشة بسيطة كده من المودزرلة وهبتدي بقى اطبق الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين كده على بعضه هعمله زي فطاير كده وعمله قلبه من ناحيتين يمين وشمال وقلبه من فوقه تحت يعني عمله قفل على الساندويتش كده من الاربع جهات تمام وقلبته من ناحية التانية كمان علشان ياخد لون كده وتحميصة حلوة من التروف كمان كده تمام جاهز معايا بقى الساندويتش الخطير ده استهرى بقى الريئة دي عايزة مشروب كده يكون دافي ويكون عظيم زي ما هتشوفوا دلوقتي جبت كوباية حطيت فيها معلقة صغيرة من النسكافيه وزبطت السكر وحطيت فيها ربع كوباية من المياه المغلية يعني بحط ربع كوباية كده بدأوا بالنسكافيه كويس وبعد كده بجيب الكافي بريس او ما عنديش الكافي بريس دي ممكن اجيب برطمان عايزي واعمل فيه فوم بتاع القهوة وببتدي كده اعمل الفوم اللبن يكون سخن مش بيغلي يعني يدوبك يكون سخن مدخن زي ما هتشوفين كده وببتدي بقى اعمل كده الرغوة بتاعة الحليب دي علشان تديني رغوة كده كتيرا كده والواحد يقعد يستمتع يا مش قادر اقول لكم مش قادر اوصف لكم بجد المهم بعد ما عملت الرغوة بنزل بقى بيها على النسكافيه زي ما هتشوفين كده طريق البرطمان بحط معلقتين من السكر ومعلقة من القهوة وبحط ربع البرطمان فيه ميا وبرجوا جميل كده المود دي بيديني الفوم ونفس الشكل كده بالزبط في النسكافيه تمام بصوا بقى الشكل يا خراشي مش هدر اقول لكم بجد انا متحمسة جدا يا سلام يا سلام على الروائل اللي هيحصل دلوقتي انا ما بعملش حاجة ما عملش حاجة خالص ده انا بحضر لكم الفطار اللي انتوا هتفتروا لما تصحوا يعني بجهز الفطار السهرة بازت واليوم اتضرب والمسلسل التركي ضع علينا واضي بقى العالة صحية ومش هنلحق نقعد قاعدة رائية يعني عايز اقول لكم هي المرخص الحوار ده يحصل في جملة واحدة يعني اللي دا شروحات كثيرة اللي مالا يعرف شكل الخيبات تعالوا بقى نشوف بسرعة شكل الساندوتش ده من جوه عمل ازاي قبل ما كده العالة يجي تاني بصوا شكله حلو جدا انا شايفان انه هو ساندوتش السريع سهل خفيف مفهوش اي مواد دهنية مقوناته موجودة في كل بيت واقدر العب في الحشو بتاعه زي ما انا عايزة باستثناء الجبنة لو مش متاحة مش مشكلة هيكون طعمه حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده خطير ماما انا عايزة دو وانا خليلي شوي وكال عادة انت بخرت احلامي يا رب الوصفة تكون عجبتكم واشوفكم على خير الوصفة الجاي باي باي اشتركوا في القناة